قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان قال إن إسرائيل لا تدعم اقترح وقف إطلاق النار واعتبر المسؤول الأمريكي أن عدداً كبيراً من التغيرات التي طلبتها حماس يتماشى مع طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعضها لا يتماشى مع ما ورد فيه كما أكد أن مواصرة تشجيع حماس على التوصل إلى اتفاق أمر مهم وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي لأن الهدف هو كيفية سدي ما وصفه بالفجوات مع الحركة والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن معتبراً أن التوصل لاتفاق يتماشى مع ما ورد في طرح بايدن وقرار مجلس الأمن أمر مهم